اهلاً وسهلاً فيكم من جديد في الفقرة الطبية سيكون معنا الدكتور لطيف ثائر العبداللات وهو خبير تجميل الأسمام وتصميم الإبتسامات سيحدثنا اليوم عن تركيبات الزركون وآخر ما تم توصل لأولو وآخر الإجراءات في هذا المكان تحديداً أهلاً وسهلاً دكتور صباح الخير أهلاً فيك صباح الخير وشكراً رؤية لاستضافتي أنا بحبكم أنتوا التنين كابلت رائعين الله يخليك تسلم أهلاً هذه الأسبوع مع بعض طائم أنا وهي ثم أنا متجهز الناس نفسياً أهلاً وسهلاً فيك دكتور ثائر هلأ حضرتك خبير بتصميم الإبتسامة ودائماً احنا استضفناها حضرتك قبل وقلت لنا قدي أن الإبتسامة لازم تختلف من شخص لآخر سنانه حسب شخصيته وعمره وفي عوامل عديدة بس اليوم بدأ نحكي عن الزركون استخدام الزركون على الأسنان ويمكن صار متداول أو مستخدم في الآوين الأخيرة والناس عم تيجي تطلب زركون فحضرتك راح تعرفنا أمتى الزركون منيح وأمتى مش لازم يكون زركون ممتازة السؤال اختصرت عليه وقت كتير هلأ بالبداية خليني أحكي عن الزركون الزركون هو عنصر موجود بالطبيعة من زمان استخدم في الآوين الأخيرة في تركيبات الأسنان وفي المجال الصحي لأنه هو عنصر لا يتفاعل وحيادي مقبول من الجسم فاستخدم في تركيبات الأسنان استخدم في المفاصل الصناعية واستخدم في زراعة الأسنان السؤال تشق السؤال كتير حلو أنه أمتى إحنا بنستخدم الزركون الزركون يستخدم في تركيبات الأسنان الثابتة زي ما حكيت في زراعة الأسنان في دعامات الأسنان للحصول على نتيجة جمالية بسبب لونه الأبيض وبنفس الوقت قوته وقساوته يعني هم يسمونه بره ستيل سيراماك يعني السيراميك الفلادي فإحنا رح نحصل على قوة ونحصل على تجميل حلو إنت نستخدم الزركون في الأسنان هذا سؤال كتير مهم كتير بنسأل عنه أنا أنه دكتور مثلا من أفضل الأسناني أستخدم زركون أو أستخدم مثلا إيماكس أو مواد تانية لتركيبات الأسنان الزركون خلينا نأخذه كمفهوم كراون أو كمفهوم تلبيس إحاطة تلبيس عم نحكي كراون هلأ مسهل عليك كطبيب لما تجيني مريضة تحكي لي أنا بدي أعمل تجميل لأسناني أخذ قرار أني أعملها أسنان زركون لأن أنا رح أضطر أبرد أسنانها رح أستخدم أسنان الزركون في حالة كانت الأسنان مسحوب عصبها أو ذات تلون شديد جدا لا يمكن الحصول على نتيجة تجميلية بالعدسات أو بالفنير أو طبيعة الإطباق عندها كتير قوية أو الأسنان متهدمة أو إذا في أسنان مفقودة يعني سن مقلوع مثلا ما استخدمنا زرعات بدنا برج فبدنا قوة رح نستخدم الزركون بس لازم نكون كتير حاضرين ما نأخذ قرار برجع بكررها للمرة تانية أنه نبرد أسناننا بشكل عشوائي عشان نعمل تجميل لأنه رح يكون في حلول تانية بديلة قد تكون هاي الحلول من الزركون كقشور أو كقشور خزافية أو إيماكس بس نتجنب موضوع البرد إذا ما كان إله داعي وما كان السن أو وضع الإطباق بسطل عداء نعم، بكر فيما أننا نحن مجموعة من الصور خلينا نشوفهم مع بعض أقول لشنا بالصور، يلا تمام هاي جمالية الزركون مع تصميم الابتسامة زي ما حضرتك حكيتي برضو زي ما حكيتي اللون الأبيض أعطينا لون جميل أبيض على رغبة المريضة بس فيمنن فيها أنثوية البسمة ومصممة بطريقة تتناسب مع شفتها تتناسب مع وجهها أخذنا جمالية هون منلاحظ الفرق بين البرسلان الأديم يبع ملخط أسود على اللثة كيف تركيبات الزركون الحديثة اللي هي فوق، الزركون هو فوق يستقبلها اللثة بشكل كتير كبير وما بتعمل التهابات باللثة ولا بتعمل تلون ولا بتعمل تصبغ هاي الزركون زي ما حكيت هايثم أنوياك قبل أخذنا شكل تجميلي بلون أبيض بس عملنا الماكروستركشور عملنا تجميل الحالة بسرعة بتمر الصور هون عملنا تغيير برضو الكراونات الأديمة عملنا قطع لثة بناءل الأسنان من جديد وسوينا اتسام جديد بأسنان الزركون ما فيها التهابات باللثة زي الأسنان اللي هي بورسلان مع معدن لأربع صور نفس الشخص هذول دكتور نو كل حالة لشخص هنا استبدلنا بس الصور مرأتين شوي بسرعة فما مشكلة هلأ هاي الحالة هيك انتهينا منها غيرنا الجسير عملنا قطع لثة هون تركيبات الزركون لبناء أسنان متهدمة كتير يعني اذا تلاحظ كيف البداية بعدين كيف بلشنا نرمم بالأسنان استخدمنا تركيبات الزركون لأن الأسنان كتير متهدمة بدنا قوة ودائما نحاول نعمل الأسنان مش قطعة وحدة يعني نعملهم سن سن أو قطعة قطعة أنا هديك الحالة اللي مرأت بسرعة كنت أحكي لك على الماكرو ستركتور كيف انه مو كل الزركون واحد صح يعني لو رجعها يعني هي كانت الحالة قبل زركون والبعد زركون هاي نفس الشي شوف كيف الأسنان متأكسدة من أسنان البورسلاني الأديمة عملنا ابتسام جديد شوف علاقتها مع اللثة كيف صح نفس الوقت الأسنان فيها رونديشن فمن اللبنة مناسبة لبنة كتير قريب من الطبيعي كتير آراب من الطبيعي يعني كنا نحكي قبل شوي أنه جوز في ابتسامات أو أشكال صارت الآن أقرب للفيك بس هذا كتير طبيعي طبيعي صحيح اللون أبيض بس منحاول نعطي زوايا نعطيه شكل تشريح هاي الحالة اللي عادها طلع هذا اللون كتير أبيض كان زركون أديم بس غيرنا إذا بتلاحظ في أصفر يعني مش دايماً المادة السحرية اللي لازم نشتغل على المادة بطريقة كويسة عشان نعطي خصائصها بطريقة كويسة فهلأ إحنا فوق حصلنا على لثة سليمة على أسنان بيضة صحيح بس تضاهي الطبيعي بالشكل بالزوايا بكل شيء طيب دكتور هلأ الأمثلة اللي إحنا شفنا هاي شو هلأ هاي الحالة اللي شاب عمل كان عام الفينير بطريقة سيئة أسنانه متكسرة تعبانة عملنا له زركون بس مجديدة بلون أبيض طبعاً هو حابه بس متناسب كتير مع شخصيته مع شكل وجهه لاحظ الأسنان اللي ركبت عليها زركون تعبانة أنا هاي اللي بدي أوضح لك إياه مش أسنان سليمة يعني مش سهل تأخذ قرار لأسنان سليمة مباشرة بنأخذ قرار إن نلبسها زركون بسهولة هلأ إحنا عم نحكي زركون متلبيس كما فهو الكرام ما عم نحكي الفينيرز الطبقة كم نحكي كتير صعب يعني هون حضرتك دكتور عم بتوجه الرسالة للناس إنه ما يلجأوا لبرد السن لأي سبب يعني أنا إجتني صبية صراحة حالتها علجت حالتها بس كانت عاملة زركون الأسنان يعني فيها برد جائر كتير حتى البرد لازم يكون مدروس برد جائر كتير كتير أثر في شكلها حتى الأسنان اللي أخذتهم ما نسبتها غيرت بشخصيتها عدنالها إياهم لما فكيتهم كانت الأسنان كتير مبرودة برد جائر وسيء الوضع فكان مفروض كتير صبية طلبة تجميل أنه يكون لها دراسة للحالة أول بعدين إذا اتخذوا قرار يبلشوا من الخيارات الأبسط للأصعب مش مباشرة نبلش بالخيارات الكبيرة اللي هي برد الأسنان والإحاطة إذا كانت الأسنان مسحوب عصبها عشان ما نكون ضد الموضوع بس نذكر عن النقطة مسحوب العصب متهدمة في أسنان مفقودة رح نعمل زير كونيوم الطبيب أدره بالحالة يعني الحالة بتفرض عليه فالطبيب أدره بالمادة المناسبة طب هي بالأردن تكلفتها أغلى من البورسلين بالأردن إزار كوني يعتبر من خلينا نحكي العناصر الثمينة يستخدم في صناعة الأحجار الكريمة والخواتم والحلي والكده بالأردن سعرها أعلى من البورسلين ولكن مع الوقت إن شاء الله مع التصنيع الحديث والكاد كامل اللي عم بنزل رح تصير أسعارها مناسبة إن شاء الله نعم دكتور نحن نشوف على الشاشة رقم هاتف حضرتك وعيادة حضرتك لكل الأشخاص اللي حابين أنهم يتواصلوا مع الدكتور ثائر يعني اللي شافوا شغلوا على الهواء وحابين أنهم يتواصلوا معه وهاي أرقام الهاتف موجودة أمامكم يعني دكتور بدي أتشكرك على التقديم اللطيف على الجهد كمان الواضح بتحضير الفقرة يعطيك ألف عفوة حبيبي أشكرك أشكرك تانك